الجيش الإسرائيلي في نفس الوقت تعرض إلى الكثير من الخسائر العشرات والعشرات من المدرعات والدبابات من لقطات المصورة توضح لك كيف تجري الأمور وهذا أمر طبيعي في حرب الشوارع في قوة تجيد حرب الشوارع وحرب العصابات أمام جيش نظامي يحب أن يواجه جيشا نظاميا لا يحب مثل هذه الصراعات نهائيا بالتالي الجيش الإسرائيلي تعرض إلى خسائر كبيرة منذ بدء الاقتحام البري لقطاع غزة إن كان شمال قطاع غزة أو كما نرى الآن في جنوب قطاع غزة كما تعلم عندما نتحدث عن 160 دبابة أو مدرعة وأرقام بالعشرات تأتي يوميا هذه خسائر كبيرة من العناصر والمدرعات في نفس الوقت ألا ترى بأن مثل هذه الخسائر ممكن أن تبطأ الجيش الإسرائيلي أن تجعل الجيش الإسرائيلي يعيد التفكير في مسألة السيطرة على قطاع غزة بالكامل أم أنك ترى أن الولايات المتحدة وكما تحدثت الآن بأن لديها غطاء عسكري كبير ومن الممكن أن ترسل دبابات أبرامز بشكل مكثف لإسرائيل بدلا من أن ترسلها لأوكرانيا على سبيل المثال هذا سؤال مركب ولكن دعني أبدأ في أهم عناصر هذا السؤال وهو هل ستصل الأمور إلى غياتها المعلنة؟ ليس بالضرورة بمعنى حتى الولايات المتحدة الأمريكية وبالذات إدارة بايدن التي انسحبت من أفغالستان عادت وغلت النظر عن عودة طالبان للحكم بمعنى هذه الحرب أيضا قد تنتهي خلافا لما أعلنته إسرائيل وخلافا لما اجتمعت عليه الولايات المتحدة والأطلسي والاتحاد الأوروبي بأنه لا مكان لحماس لحكم غزة هذا هو حزب الله عمليا يحكم لبنان وليس فقط جنوب لبنان وأيضا غزة وارد جدا وارد جدا حتى بعد تصريحات نتنياهو التي قللت من شأن السلطة الفلسطينية وقدرتها على حكم قطاع غزة واضح أنها قد لا يكون مستبعدة على الإطلاق حتى استهداف السلطة الفلسطينية بمعنى بدلا من أن تخسر حماس غزة من يدري قد اطلقت حماس في الضفة الغربية هذه حرب عزيزي الحرب خاصة عندما تكون في خطورة مشاريع المراد بها شيء أكبر مما يبدو على الرقعة الجغرافية واستشعرت خطورته دول الجوار خاصة مصر والأردن هذا يعلم الجميع عزيزي بأن هذه حتى الأقام الخسائر العسكرية قد تكون مبالغ بها قد تكون مكذوبة قد تكون المقصود بها الإظهار بأن هناك خسائر لاستجلاب مزيد من الدعم السياسي والعسكري بمعنى أن ليس بالضرورة كما يعتقد البعض من حروب سابقة بأن مكسيرات تنطلق في شوارع بعض العواصم ونداءات لوقف اطلاق النار وخسائر تظهر ارتفاع ضحايا المدنيين خاصة هذا والأهم المدنيين أو العسكريين هذا لا يعني بالضرورة أن تتغير الخطط العسكرية قد تتغير السرديات العالمية لها ولكن الأهداف موضوعة وواضح أنها مستمرة حتى تحقق هذه الأهداف هناك بالطبيعة الأحوال هناك أجندة سياسية مرتبطة بالرزنامة سياسية تعلم حماس كما تعلم إسرائيل بأن استحقاق الانتخابي في الولايات المتحدة الأمريكية شيء مهم للغاية لأن الرئيس المقبل إن تمكن ترامب كما تقول استطلاعات رأي حتى اليسار الإعلامي في أمريكا تقول الآن أن ترامب استطيع أن يهزم بايدن في الانتخابات المقبلة فأنت تتحدث عن تغيير كبير في كيف سيكون موقف ترامب في حال الوصول إلى الحكم ليس فقط حرب أوكرانيا قد تتوقف قد تتوقف حرب غزة ولكن بمعادلات مختلفة بربما إعادة طرح لمشاريع سابقة وهذه خطورة ما يجري الآن أن تغير على الأرض وتسبب بنوع من الترانسفير والتهجير حتى تفرض معادلات مختلفة في محصلة الأمر عزيزي اختتم بما يلي بأن هذه الحرب الميزة الأساسية فيها هي الصبر من يستطيع الصبر على الكلف المتصاعدة إنسانيا واقتصاديا لأن المحور الأخير الآن الذي يدخل على الساحة هو البحر الأحمر وهذا الموضوع سيتعلق ليس فقط في اقتصاد إسرائيل وكل في التأمين على المصر على الأردن وإنما ستعلق في الملاحة البحرية وهذا يعني استدعاء تدخل أمريكي أسرع مما يتوقع الجميع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر